تاني أعليا تاني وثالث لحد ما ناخد حقنا وحقكو ده بقى لمؤازقة ما بتعرفوش تغدغر بالمظاهرات وتكسير المرافع العامة والممتلكات الخاصة أنا ما كسرتش حاجة بس عملت مظاهرات سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد أنا مش مسؤولة عن أفعال حد أنا مسؤولة على اللي أنا عملته وإلى أنا عملته حق بيكفله ليا القانون والدستور يا بنتي أنت مش بنت مونيب راشد أيها طب ليه بقى مش طالعة زي بابا طالعة له إزاي يعني يعني بابا رجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها معقولة بابا يعمر في البلد وإنتي تيجي تخريبيها بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبا بطريقته مشي على كل حل إكرامة للسيد الوالد أنا هخدي كترة واحد النهاردة لو ليه حق أمشي لو مليش أتحسب على أنا عملته زي زي غيري خليها علي المرة دي أفس المرة الجاية هحسبك على القديم والجديد طبعا أنت فهمها كلامي كويس هم؟ يا ابني تعال أخد عليها خلص لها إقراءاتها وصيب عدروها شرفتي أنت إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت مش نور بطالة شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا أنا مش مجنونة أمال إيه شغل التخلف اللي أنت فيه ده وسقوتك في الكلية أكثر من ثلاث سنين واختلافاتك السياسية محدة كثرة واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني كل ده بتسميه إيه؟ بس سميه حرية شخصية أنا من حق أعبر عن رأييي لا مش من حقك لأن طول ما أنت بنتي وشايلة اسمي لازم تخافي على مصلحتي هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك وما تنسيش إن أنا ظهري لكي ولولا إنهم عارفين إنك بنتي ما كانوش خرجوك لغاية دلوقتي من فضلك بقى يا مونيب كفاية لحد كده؟ كفاية إزاي؟ كفاية إزاي؟ أقول لهم إيه في الحزب؟ بنتك ما خليها رقابتي قد السمسمة؟ أقول لهم إن بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها إيه لما تكون توجهات السياسية عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطية؟ ليه بقى إن شاء الله؟ أنت فكرة إن أنت الوطنية الوحيدة والباقي كلهم تخينين؟ أنا ما قلتش كده كل تصرفاتك بتقول كده ويقصفني إن أقولك إن كل ذنوم الغلط والبطولة والحماس اللي إنت في دي هتروح مع أول ألم تخديف أي قسم يا بابا أنا قصدي بلا بابا بلا زفت قال لينا على الأبو اليوم اللي أنا خلفتك فيه أهدى شوية يا مونيب لو سمحت أهدى زي يا ستهانا هو ده الاتفاق اللي اتفاقنا عليه بعد ما اتطلقنا مطلق علي البنت بلطجية وصورجية وبتاعت مشاكل ومظاهرات ياريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك أنت غلطة في حياتي بدفعت أمانها لغاية دلوقتي طالما بتعتبرنا غلطة كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى إخرزي يا قليلت الأدم الغلط مش عليكي الحق حليان عشان قلب كبير وستك تتربي مع أمك انت واختك في الجو الموبوء ده من فضلك يا مونيب ما سمحلكش تجيب سرتي على لسانك بأي غلط ليه بقى؟ تنكرين نابوكي هو اللي بس الأفكار المسمومة في تباق البنت وهلا تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيري بابا على لسانك بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر ليه بقى؟ إحنا بقى اللي بنكره مصر انتو كرحتوا الناس في هاب كتبكو وظلموكو أنا مش جاي هنا عشان هذا نفع عن نفسي ولا خب منك محضرات هيا تلمة يا تلمي بنتك يا اما هرفع إيدي عنده وساعتها الله وقعد الله وقعد